تشهد المنطقة العربية منخفضا جويا قادما من اليونان باتجاه الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يتزامن ذلك مع دخول موجة قطبية تضرب بعض مناطق السعودية وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن ومصر وتسبب تساقط الثلوج على مرتفعات منخفضة في لبنان نتيجة المنخفض الجوية الذي يضرب البلاد بقطع عدة طرقات كذلك بدأ تساقط الثلوج في مرتفعات الجولان والقدس فيما أعلنت السلطات عن إغلاق المدارس وسط تحذيرات من تشكل الفيضانات في المناطق الساحلية والجنوبية وتأثرت مناطق في سوريا أيضا بالمنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة فيما أعلنت السلطات المصرية تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية في الإسكندرية بسبب منخفض سطحي على البحر المتوسط وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تقلبات في الأحوال الجوية في مصر حيث يؤثر منخفض سطحي على البحر المتوسط ويدفع لكميات كبيرة من الرطبة